فجاءت الرباب إلى قبر الإمام الحسين وظلت نائمة على قبره سنة كاملة لا يحجبها عن الشمس شيء سوى ذلك البرقب سنة كاملة بحرها وصيفها وخريفها وبردها الرباب زوجة الإمام الحسين بقت على القبر سنة كاملة تبكي على الإمام الحسين وأهل بعض العربان يأتون لها بالطعام وهي لا يسلها بيت تتوكى على قبر الإمام الحسين وظلت سنة كاملة تبكي حتى توفت بعد ذلك هذه واحدة من وفاء وحب والتساق وعشق واحدة من زوجات الحسين عليه السلام هي الرباب هذه الحادث تركت المدينة وتركت كل النعيم وجاءت لا ترتاح روحها إلا مع حبيبها الإمام الحسين عليه السلام فماتت إلى جوال قبره ترجمة نانسي قنقر